موسيقى أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات مساء الخير البرنامج هذا اليوم يتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس من السادسة حتى السابعة والنصف مساء ومع العناوين لهذا اليوم إلى متى ستبقى لقمة العيش تكلف العمال حياتهم مصرع العام الفارس حمودي من لبعين انجدات إثر انقلاب ذراع رافعت شاحنة في ورشة ميناء قرب حيفا قضية مدعي النبوة جوشوا لازالت تتفاعل وتلقى معارضة واسعة في أوصات حزبية سياسية دينية وشعبية في مدينة الناصرة كتلة الجبهة جبهة الناصرة وشباب التغيير تصران على عقد جلسة بلدية وتصرحان علي سلام يتجاهل الكتلتين والموقف الوحدوي في الناصرة الرافض لمهرجان المشعوذ ومن الناحية الأخرى جمعية محامونة لإدارة سليمة تصدر بيانا حول القضية وتكشف فيه عن أن جمعية باسم عامنويل توجهت لرئيس بلدية الناصرة قبل نحو شهرين بطلب لاستعمال مدر جبل القفزة والأخير الصادقة على الطلب دون نشر مناقصة ودون مناقشة الأمر في المجلس البلدي ودون أي مقابل مادي هل تأخذ لجنة الوفاق التي تجتهد لعادة تشكيل القائمة المشتركة؟ بالحسبان خلال مفاوضاتها الأحزاب الجديدة على الساحة السياسية هذا اليوم يسلط الضوء صراخ اتهامات وتهديدات سياسية بعد فشل بلدية رات بتمرير الميزانية للمرة الرابعة كيف تتعامل شرطة الناصرة والمنطقة مع حوادث العنف والجريمة الأخيرة؟ بعد قليل سيكون معنا نائب قائد الشرطة الناصرة ببث مباشر الفنان مارون نهواند أشقر من مدينة الناصرة يصدر أغنية بعنوان قربي تنسافر الرسام صمير خزقي من الطيري ينشط في سلسلة من الرسومات وتصاميم بعد قليل سيكون معنا في الاستوديو ببث مباشر بعد قليل حفل تخريج طلاب مدرسة عتيدة ثانوية في الطيبي سنكون هناك لنرصد الأجواء ببث مباشر هذه العنوين في برنامجة اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي مباشر ونبدأ هل تأخذ لجنة الوفاق الأحزاب والطيارات السياسية الجديدة بالحسبان خلال مفاوضاتها للأحزاب؟ ما هو مستقبل الأحزاب العربية الآن؟ ما هي مطالب الأحزاب والطيارات السياسية الجديدة؟ ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تحصل مع اقتراب موعد الانتخابات؟ هل هم المواطن الآن إعادة تركيب القائمة المشتركة؟ أم أن هناك مطالب أخرى تتصدر أولوياته؟ وما هي هذه المطالب؟ حول وجبه هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامجة اليوم علي صلالحة الناشط السياسي في حزب ميرتس والمحامي عادل ابدير رئيس مشارك لحزب البيت العربي والشيخ عبد السلام خشوع رئيس حزب الإصلاح أهلا وسهلا بكم مساء الخير إذن قضية مدعي النبوة جوشوة وقضية الزيارة المرتقبة إلى مدينة الناصرة تلقى الكثير من التفاعلات في مدينة الناصرة الجبهة وشباب التغيير أيضا يصدرون بيانا يطالبون بعقد جلسة للمجلس البلدي حول هذه القضية ننتقل للتحدث هاتفيا الآن مع مصعب دخان رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة أستاذ مصعب مساء الخير مساء الخير إلى قرى جميع المستمعين إذن تتفاعل هذه القضية أيضا جمعية محمونة لإدارة سليمة تصدر بيانا حول القضية وتكشف عن أن جمعية باسم عمونويل توجهت لرئيس بلدية الناصرة قبل نحو شهرين بطلب لاستعمال مدرج جبل القفزة والأخير صادق على الطلب دون نشر مناقصة ودون مناقشة الأمر في المجلس البلدي ودون أي مقابل مادي هل وصلتكم هذه المعلومات أستاذ مصعب؟ أولا إحنا من قبل أكثر من أسبوع وإحنا نحاول برسائل لبلدية الناصرة والتصالات من أجل أن تكون هناك جلسة للمجلس البلدي ليقرر فيها عدم استقبال هذا المشعوذ الذي يتبعي النبوة من جاء ومن جاء أخرى أيضا طلبنا أن نطلع على المستندات حول الاتساقيات وحول كيف صرت الأمور وكيف حصل هذا المدعو على أرض القفزة ليقيم فيها صلواته ولكن بلدية الناصرة تتجاهل كل هذه التوجهات حتى قمنا في الأسبوع الماضي بإرسال رسالة موقعة من سبع أعضاء بلدية وهو أكثر من ثلث أعضاء المجلس البلدي لتكون هناك جلسة للمجلس البلدي ليقرر عدم استقبال هذا المدعو المدعو النبوة ولكن الرئيس البلدي تجاهل مرة أخرى كل هذه الطلبات من حق الجمهورة ومن حقنا أحن أعضاء المجلس البلدي لأن نطلع على سير الأمور وعلى الاتفاقيات وعلى المستندات التي تخصت هذه القضية ونحن نرى بها قضية خطيرة جدا من الناحية الأخلاقية ومن الناحية القانونية ومن الناحية الدينية إن شاء يعني هناك عدة روابط ولذلك تفاعل أهل الناصرة من كل الجهات ومن كل الأحزاب ومن كل الفعاليات والنشاطات الشعبية والدينية والسياسية ترد هذا الاستقبال هذا الشخص ولكن الرئيس البلدية يضرب بعرض الحائط كل هذه التوجهات وكل هذه العراوي يصمم على حتى هذا اللحظة ما زالوا يعملون لاستقبال الرجل المدعي النبوة هذا نعم أستاذ مصعب يعني بعد كل هذه البيانات كان هناك بيانات أيضا من الكنائس والمجالس الرعوية في مدينة الناصرة وأنتم ذكرتم أيضا في بيانكم الجبهة وشباب التغيير بأن هناك أيضا أطراف أخرى وجهات أخرى ترفض هذه الزيارة إذن كيف تفسرون وهنا سؤالي يعني كيف تفسرون هذا الغموض هذا الصمت من قبل إدارة بلدية الناصرة من يجب أن يفسر هذا الغموض وهذا الصمت وإدارة البلدية نفسها وليس عضاء المعارضة نحن نحاول على مدار أيام وأسابيع نحصل على مستند يعني هناك نوايا خبيثة ونو hås مخبئة من وراء هذه الزيارة ونحن سنفعى بالأيام القليلة المتبقية بكل ما يتينا من قوة لنمنع هذه الزيارة أستاذ مصعب دخان رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصر يعطيك العافية سنتواصل معكم شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا حق الرد والتعقيب ممنوح لإدارة بلدية الناصر لرئيس بلدية الناصر حول التطورات والتفاعلات حول هذه القضية أصدرت بيانات من قبل طيارات سياسية أحزاب وأيضا شخصيات دينية رئيس بلدية الناصر والإدارة بلدية الناصر سنتابع هذا الموضوع أيضا من خلال هذا البرنامج وسنحاول التواصل أيضا مع المحامي نضال حايق ومدير عام جمعية محامون الإدارة سليمة نرجع للموضوعات السياسية لجنة الوفاق هل تأخذ بالحسبان الأحزاب الطيارات السياسية الجديدة والتي ترشحت في الانتخابات 9-4 والانتخابات أيضا القادمة 17-9 عبد السلام قشوع هل تواصلتم هل تواصلت معكم لجنة الوفاق طبعا تحية لجميع المشاهدين أكيد في مغازلة لم يكن هناك تفاوض ولكن توجد هناك مغازلة وراح يكون اجتماع مع لجنة الوفاق وحتى هذه اللحظة نحن حزب الإصلاح حزب عربي حزب اللي دعمنا حزب ميرس دم الاتفاقية بالانتخابات الكنيسة الـ 21 وطبعا بالانتخابات الـ 22 ما زلنا باتفاقية مع حزب ميرس إلا إذا ترى شيء آخر جديد نحن حزب مستقل يوجد إن شاء الله يوم السبت سوف يكون لنا اجتماع للجنة المركزية يوجد لدينا 51 عضو لجنة مركزية وسوف يكرر مصير ما هي الخطوات المستقبلية؟ خطوات المستقبلية وهو مصير الحزب لخوض الانتخابات ما عنده ليست هناك أي مفاوضات مع أي حزب لا عربي ولا يهودي ولا صهيوني هناك حديث حول هذا الموضوع يخرج من ناس لهم مقارب معينة يريدون أن يضعوا ذلك على الطاولة ولكن بشكل رسمي ليست هناك أي مفاوضات مع أي حزب اليوم حزب ميرتس في عنده قرار عمل انتخاب لرئيس الحزب في 27 شهر هذا وفي أيضا انتخاب القائمة من جديد في 11 سبعة شهر القادم نعم إذن في هناك أحزاب الموجودة على الساحة السياسية حزب الإصلاح حزب البيت العربي وذكرنا أيضا أحزاب أخرى موجودة وفي الأمس كان لنا لقاء أيضا مع بروفزور أسعد غانم أحد مؤسسي حزب الوحدة الشعبية أنا سؤالي لك أستاذ المحامي عادل في الانتخابات نسعة أربعة أنتم كحزب للبيت العربي لم تخوضوا الانتخابات هل هناك الآن تفكير جديد يمكن أن تطرحوه على الساحة السياسية وهل طرقتم باب لجنة الوفاق أم أن لجنة الوفاق طرقت بابكم الصراحة إحنا استخلصنا العبرة من الفترة السابقة بكيفية التعامل مع الأمور الوضعي الحالي الموجود اليوم أنه فيه نوع من الاحتكار للأحزاب نفسها كمان لجنة الوفاق حزب راي لم تكن بدورها بشكل المطلوب والنتائج أثبتت أنه 48% من مواطنين عرب إسرائيل صوتوا للانتخابات أعتقد أن المشكلة ستكون أكبر وأخطر بكثير على الوسط العربي في ظل كل التجاذبات السياسية الموجودة على الساحة السياسية لكم موقف؟ حتى الآن نحن اخترنا طريق العمل الهادي الذي يخدم مصلحة المجتمع العربي نحن نركز كثير هنا في موضوع الكراسي والأحزاب العربية والمؤسسات الحزبية ونسينا أنه ونالك فيه شعب بدنا نخدم مصالحهم وهذا الإشي اللي أنا موجه على أعتقد أنه أكبر حزب اليوم اللي بيعتبر في حاله هو المفتاح لهذه الأمور اللي هي الجبهة وباقي الأحزاب لأنه اليوم فيه عملية دراسة مجددة ولكن أعتقد أنه التحديات الموجودة اليوم رايح تكون أصعب من الفترة السابقة وكمان الاتحاد في الشراكة رايح يكون أصعب هل المواطن العربي الآن يعني لم لا يهمه أنا بسألك إذا كان هذا الطرح صحيح هل المواطن العربي لا يهمه الآن قضية إقامة مشتركة وعدم إقامة مشتركة طبعا كنت هكبل هيك عندما أكيمت المشتركة كانت إرادة شعب واليوم هي محاولات لإعادة المشتركة لإرادة الشعب أي يريدون لإرضاء الشعب وهناك فرق كبير اليوم المواطن العربي إذا نظرنا لما حصل بالبارحة وأول أمس الإختارات بالهدم بالرملة والإختارات بالهدم باللد هذه تدق مضاجع أبناء شعبنا قانون كيمينت من 300 ألف شيكل إلى 600 ألف شيكل مخالفات جميع أنحاء البلاد فقط للوسط العربي هذا ما يهم المواطنين إعادة المشتركة غير إعادة المشتركة لا يهم المواطن 49% من المصوتين خرجوا للتصويت وبكي 51% لم يصوتوا 49% ولكن 49% 33% منهم أم أن هذه الأحزاب ولجلة الوفاق في واد والناس في واد صحيح ثبت بأرض الواقع أن الاستراتيجية هاي مغلوطة كل ما تعمله كل ما يفعله أعضاء الكنيست العرب من الخصام على الكراسي أدى إلى الناتج السلبي في التصويت للكنيست وهذا ما حصل في الكنيست الواحد وعشرين اليوم المواطن بعاني من كثير قضايا التي ذكرتها أنت قضايا كيمينيتس قضايا كضايا أخرى قضايا التعليم والميزانيات وإلى آخره وبالآخر بنحصل على أربع أحزاب هي فقط أربع أحزاب التي تستعمل ما يسمى النادي المهم يعني أنتم دعمتم ميرتس في الفترة السابقة لو لجنة الوفاق أو أحد الأحزاب الكبيرة اللي شكلت القائمة المشتركة في 2015 أجل عنكم يعني حضروا إليكم وقالوا تعتنا قعد هل ستجلسون مع هذه الأطراف اليوم إحنا بالنادي مش فقط بالأربع أحزاب الأربع أحزاب الموجودة اليوم والأحزاب الغير ممثلة بالوسط العربي وميرتس لتكون قائمة كبيرة تتعدى العشرين مقعد لم يعد هناك يسار غير ميرتس والأحزاب العربية في هذه الدولة نعم أستاذ علي صلالحة يعني إذا في إمكانية خلينا ننفق يعني هذا السحر السياسي أحزاب كثير على السحر السياسية والمجتمع العربي مجتمع اللي إله ثقل السياسي والنوعي كيف يمكن زيادة التمثيل السياسي يعني سمه ما شئت حتى التمثيل السياسي العربي اليهودي بأي صيغة بأي سحر سحر السياسي للأسف الشديد مجتمع العربي هو مجتمع صوتي يتحدث ولا يفعل للأسف الشديد المجتمع العربي هو مجتمع يتنافس بداخله وليس مع الآخرين للأسف الشديد المجتمع العربي لا يعي خطورة الفترة القادمة التي من شأنها أن لا تبقي أي مننا في وضع جيد شو المقصود لا تبقي أي مننا في وضع حدد وضع حلل قانون القومية كل ما يعمل الميزانيات للسلطات المحلية شح الميزانيات التعليم وغير التعليم كل هذه الأمور هي سياسة مخططة ومبنية وعلينا أن نجتمع على مصلحة شعبنا وليس على كراسينا أن يستيقظ ويفيق قبل فوات الأوان أنا سؤالي لك أستاذ عادل إبدير وأنت كمحامل يعني في طيارات وفي أحزاب هذا حق ديمقراطي لأي حزب لأي يطار سياسي أن يخوض هذه الانتخابات الآن كيف يمكن أن تتشكل هذه القاعدة التي تلم تجمع كل هذه الموارد السياسية الفكرية البحثية التي أنتجتها أو أفرزتها هذه الأحزاب التي ترشحت أو ستترشح في انتخابات 17-9 أنا في لك تشوف القضية وأنا تبعت الموضوع المفاوضات المشكلة في مشكلة عندنا في القيادة القيادة نفسه بخاف أو في عنده تخوف من مواجهة الحزب تبعيه في الآن التالي ما لا أكادر يرجع مع العزب ولا أكادر يقرر كمان الأحزاب نفسها في تجاذب بينها كمان لاجت الوفاق لا أكادر تحكي مع الأحزاب في مشكلة بعضها زي إيش يعني شو فيه يعني اليوم صارت المشكلة كان مثلا كابل توافق على عدد الكراسي اليوم المشكلة زيادت بزيادة يعني الحركة الإسلامية مثلا كانت عندها أربعة تحكي اليوم عندها اثنين كيف بدك ترفعها لأربعة يعني في مشكلة كبيرة يعني بقول إنه اليوم في أسمة كيادة يقولوا تعالوا يا عمي تعالوا نحط كل الأشياء لجانبا ونحاول ننتج خطاب سياسي موحد لكل الوسط العربي هذا يفتكر إليه بده كيادة بده كيادة يكون عندها شجاعة قوية إنه تطلع للمجتمع العربي وتقوله إحنا كابل ما نحكي مع الشعيب بنحكي مع حالنا ونعرف نتصرف تصرف الصحيح مشان إنتاج جسم سياسي اللي يكون هذا أنا بقول لكل الأحزاب العربية بقول لهم بدون المستقلين بدون الأكاديميين بدون الناس الفعالين على الشارع العربي لن تستطيعوا أن تجاوزوا الـ 50% أحد واسسي حزب الوحدة الشعبية في اللقاء معه بروفوسور أسعد غانم شو قال البارحة في الأمس وأنا بدأ أطرع عليك الشيخ عبد السلام قشوع شو قال قال بما أنه أنت ذكرت هذا المواطع بما أنه كانت نسبة تصويت 35% أنت قل 33% قال خلونا يعني افسحوا المجال افتحوا الأبواب للأحزاب الأربعة للجنة الوفاق ونحن نعيدكم بأن تصل نسبة التصويت لـ 65% وإذا ما وصلناش نسبة التصويت اللي هي 65% نعيدكم بأن نرجع المقاعد التي حصلنا عليها شو رأيك بهذا الطرح؟ أنا لا أريد هذا الخطاب الاستجداء من الأحزاب الموجودة اليوم اليوم يوجد أحزاب ما يقارب اليوم اللي بيجيش عندها نوح لعنده يا شيخ بالزبط ما بدهم إياك تيجي عندهم ما بدهم بسكروا الباب راحين يتفاوضوا لآخر يوم لآخر ساعة زي ما عملوا بالكنستة الـ 21 وبالآخر ما في مكان لحدا اللي أنا بقوله اليوم اليوم هناك عملية إقامة جسمين الجسم الأول هو من الأحزاب الغير ممثلي وأيضا كيادي والجسم الثاني هو البروفيسور أحمد وبروفيسور مع أسعد غانيم وغيره هؤلاء الجسمين إذا اتحدل مع بعض حسب رأيي يكون من جسم واحد إذا أرادت المشتركة أو الأحزاب الموجودين في المشتركة التفاوض معهم أهلا وسهلا وإذا لا يذهبوا الانتخابات لحالهم مع ميريس وأنا أضمن لهم بخضية لبس بس أكمل شغل صغيري على فكرة يعني كمان الأخ عادل اللي بحكي البيت العربي وكمان حزب أفق جديد وكمان حزب التقدم محمد حسن كنان وكمان الحزب العربي حزب الديمقراطة العربية نعم كل هاي الأحزاب في هذا الوقت ضمن مشاورات لتكون ضمن قائمة وحدة فيها المشاورات في مشاورات لتكون ضمن قائمة وحدة كلين في قائمة وحدة ولكل ما بن فيه الواجب الوطني أن نكون ضمن قائمة وحدية مشتركة لكل الأحزاب نعم سؤال الأخير أستاذ علي صلالحة أنت تعلم هناك الآن مبادرة لإقامة مش قضية تسجيل هزب الوحدة الشعبية وإنما مبادرة أخرى أيضا لحزب عربي يهودي مع شخصيات قيادية من المجتمع العربي والمجتمع اليهودي والتي ستخوض الانتخابات يمكن تأثر عليك وإنتوا في ميرتس ليس هناك أي مبادرة من هذا القبيل هناك هناك حديث في هذا الموضوع نتج عن إنسان معين للاستفادة من ذلك لا أكثر ولا أقل لا أتحدث عن ميرتس وبحكي عن مبادرة غيره أنا أتحدث عن مبادرة أخرى إلى مبادرة لحزب عربي يهودي شخصيات تجلس وتتشاور هل الوسط العربي جاهز لهذا؟ هل الوسط اليهودي جاهز لهذا؟ كم يبلغ عدد المؤيدين من الوسط العربي مثل هذا الأمور وهذه مبادرة ولدت ميتة ولكن هذه المعلومات جدا صحيحة كان فيه اجتماع في قفعات حبيبة مؤسسة قفعات حبيبة بعضور شخصيات عربية ويهودية أنا استضفت هنا شخصيات من الحاضرين وهي هنا بقول لك كان فيه ميرتس إذن يعني هذا الطرح ليس موصلكاش أستاذ علي؟ هذا الطرح لا أقول هذا طرح ولد يتيماً كان فيه اجتماع بالطيب كان فيه اجتماع بكو في رقاسي الوضع لا يسمح طيب كل من يريد أن يربح عشر طوان يستاذ عادل وانتهى الوقت عشر طوان يستاذ عادل أنا اللي بدأ كله دواجه رسالة لكل وصل العربي فيه عندنا متسع من الوقت مشان إنه نستنفذ المنفوضات بشكل ما ننضغدش زي ما كان الأخوي أبو مهند الشيخ عبد السلام إنه لآخرة كيكو هاي الموجود وبعدها تعالوا يا مغرافونات المساجد وتعال من هنا في القناة هلا الصياح بكم صوتو لنا المرة داخلكم اليمين أجا والفزعات وشغلات هاي أنا بأقول اليوم فيه عندنا متسع من الوقت مشان نحكي مع بعض على كلنا على زي ما بقوله بالعينين مستوى العينين مستوى العينين وأنه أحساسا نوصل لمستوى لكل الوصل العربي ولكن أنا بقول إذا في النهاية تم إنه النتيجة تكون كارثية الأحزاب العربية تتحمل شكرا جزيلا لكم نتواصل أنت وجه للشباب أن تخرج بدون القيادة لتفعل ما يجب تعله شكرا فيه وقت وبلش الدخال يطلع شكرا جزيلا لكم نخرج لفاصل من ثم نعود ونحاول التواصل مع المحامين مدير عام جمعية محمون الإدارة سليمة بقضية زيارة جوشوا مدعي النبوة لمدينة الناصرة بعد الفاصل نعم إذا قضية زيارة مدعي النبوة الجوشوا إلى مدينة الناصرة تتفاعل مع بداية هذا البرنامج كان لنا لقاء هاتفي مع مصعب دخان رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة كتلة الجبهة وشباب التغيير أصدر بيانا ويطالبان من خلال هذا البيان بعقد جلسة للمجلس البلدي أيضا جمعية محمون الإدارة سليمة أصدرت بيانا وكشفت عن أن هناك أيضا علاقة بين هذه الزيارة وتعامل بلدية الناصرة مع جمعية حول هذه المعلومات حول ما أصدرته أيضا جمعية محمون الإدارة سليمة ننتقل للتحدث هاتفيا مع المحامي نضال حيك مدير عام جمعية محمون الإدارة سليمة المحامي نضال حيك مساء الخير مساء الخير يعطيك العافية نعم ما هي المعلومات التي وصلتم إليها من خلال تواصلكم مع المختصين مع المهنيين بخصوص هذه الزيارة زيارة مدعي النبوة جوشوة والتي تثير العديد من التساؤلات وردود الفعل يعني فعلا العديد من التساؤلات ووصلت على الجمعية في الأيامات الأخيرة العديد من الشكاوي حول هذا الموضوع وتوجهنا عمليا برسالة مستعجلة إلى بلدية الناصرة وعمليا المعلومات هي من الرد الرسمي لبلدية الناصرة وحسب الرد الرسمي عمليا توجهة جمعية باسم جمعية عمانويل هذه جمعية جديدة يعني أقيمت في البلاد قبل أقل من تقريبا سنة يعني في أيار 2018 هذه الجمعية يعني لا نعلم عنها أي شيء ولكن هذه الجمعية حسب الرد الرسمي من البلدية هي التي توجهت لرئيس البلدية قبل قرابة الشهرين وطلبت منه استعمال مدرّج جبل القفض للحدث هذا القريب المرتقب وعمليا البلدية صادقت على هذا الطلب من خلال عدة خروقات قانونية يعني نحن نراها أولا بدون نشر مناقصة ثانيا بدون إشراك المجلس البلدي وثالثا بدون أي مقابل يعني هذا العقار عمليا هو عقار مميز له مكان خاصة وهو عمليا سيخدم هذا الحدث الذي يعني يتوقع أن يشارك بها عشرات الآلاف وكان من المفروض أن يكون عمليا مقابل لهذا الاستعمال ولذلك هتوجد مالك يعني مجموعة علامات السؤال حول تصرف البلدية نعم حتى يعني تصلوا أنتم في جمعية محامونة لإدارة سليمة وأنت أيضا كمحامي نضال حيق هل تواصلت مع إدارة البلدية هل حاولت التحدث مع رئيس البلدية لإعطاء إجابات حول أسئلة الاستفهام التي تطرع هنا نعم هذا عمليا ما أقوله الآن هو من الرد الرسمي للبلدية الذي وصلنا اليوم يعني نحن انتظرنا مع البيان لنحصل على الرد الرسمي من البلدية الرد الرسمي من البلدية وصل اليوم عبر رسالة خطية من المدير العام للبلدية الدكتور شريف صفضي وهو عمليا ما ذكر كل ما أقوله الآن فطبعا هذه الرسالة نشرناها في الفيسبوك وفي الموقع يعني وكل الجمهور يمكن أن ينظر إلى هذه الرسالة ويتأكد من هذه المعلومات نعم إذن المحامي نضال حايق يعني ما هي التوقعات بقضية تطورات هذه القضية حسب توقعاتكم طبعا أنا أقول بشكل واضح القضية عمليا في هذه الحالة يعني لو لا عامل الوقت لربما كنا توجهنا للمحكمة القضية الأساسية هنا هي عمليا عامل الوقت هي القضية أن العديد من المشاركين كما يبدو في هذا الحدث يعني قاموا وصلوا إلى البلاد ويعني سوف يشاركون في هذا الحدث وهم جاءوا للبلاد بالاعتماد على هذا الحدث فهذه عمليا هي التركيبة وتم عمليا بسبب هذا الأمر عمليا تم حجز في الفنادق وما إلى ذلك وتم عمليا استثمار حسب رد البلدية أيضا تم استثمار ملايين لتحضير لهذا الحدث هذا هو الإشكال الآن يعني لو كان هذا الحدث مثلا محدد لشهرين أو ثلاثة في المستقبل لكنا توجهنا للمحكمة لأن عملية ما قامت به البلدية في هذه القضية يدل على مجموعة خروقات وأنا أقول الأمر الأساسي في هذا الموضوع هو عدم إشراك المجلس البلدي عدم إشراك الجمهور الشفافية هي التي تمنح الجمهور إمكانية أن يشكل موقف من هذا الحدث وكان يجب على البلدية أن تقول للجمهور قبل شهرين عندما توجهت هذه الجمعية هذا هو المقترح هذا ما نريد أن نقوم به أن تشرك المجلس البلدي وبعدها أن يتم مناقشة الموضوع وإتخاذ القرارات كما ترى من المناسبة المحامل إدارة حيث مدير عام جمعية محمونة لإدارة سليمة شكرا جزيلا لك شكرا 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 نعم وصل تعقيب من إدارة بلدية الناصرة وهذا التعقيب تم نشره في موقع بانتو يمكن الاطلاع عليه وبعد قليل سنقوم بقراءة هذا التعقيب تعقيب بلدية الناصرة حول هذا الموضوع من خلال برنامج هذا اليوم ننتقل لموضوع أيضا يتعلق بالناصرة ومنطقة الناصرة كيف تتعامل شرطة الناصرة مع الجريمة والعنف في الناصرة والمنطقة ما هو عدد الحالات التي تم من خلالها فك رموز الجريمة ماذا يشعر المواطنون في الناصرة بخصوص تزايد حالات العنف هل هناك تعاون لشرطة مع القيادة المحلية في مدينة الناصرة معنا هنا في برنامج هذا اليوم الضابط ميرون ممن نائب قائد شرطة الناصرة اخي خلا مشترابي نتسرت لتمودادة متعانوتش تشفي نتسرت إنهم مرجشين بتخون كما مكراريتسا خخليتا مشترابي לפענח הצליחה המשטרה לפענח בשנה האחרונה האם יש חדש בעניין רצח נגן עעוד תופיק זהר כמה כלי נשת מעריכה המשטרה שיש בתוך העיר נצרת או ביישובים שמסביב לה יחד איתנו כאן בתוכנית היום הזה בערוץ הלוויין על הטבעי סגן נצב מירון ממן סגן מפקד תחנת נצרת סגן נצב מירון ממן ערב טוב שלום ערב טוב בילל ערב טוב לצופיק שלום שלום אז נתחיל קודם כל יש תחושה אפילו של התושבים בנצרת שיש להם כך התחושה שהמשטרה יש לה את הכוח להילחם בפשיעה וגם כן באלימות אמנם אין לה את הרצון טוב זו אמירה קשה זו אמירה שאין לה אחיזה במציאות כיוון שאנחנו יכולים לראות אירועים רבים תחת כיפת השמיים אנחנו יכולים לראות תיירות מסגשגת ופורחת בעיר נצרת ואנחנו יכולים לראות שהאוכלוסייה שמתנהלת בעיר עצמה וחוגגת את החגים מנהלת אורח חיים כלכלי תיירותי ופוליטי בצורה מאוד מאוד בטוחה ולכן זה נשמע לי מאוד תמוע שיש אמירה כזאת אז איך אתה מעבר לזה סליחה בילל כן סליחה מעבר לזה שכשאנחנו מאוד מאוד מקפידים לחזק את תחושת הביטחון אז אנחנו פועלים תקופה ארוכה כבר עם תחת שם קוד שנקרא אביב חדש זו מפקדה משימתית זו עוד 60 שוטרים שמפקד המחוז צפון הקצה לטובת העיר נצרת זו יחידת שיטור רגלי שפועלת במתחם במתחם המעיין ולכן אנחנו מאמינים שהנוכחות והבולטות שלנו היא זו שיוצרת את תחושת הביטחון האישי ואנחנו נמצאים שם אז רציתי לשאול אותך כמה מקרה רצח החליטה המשטלה לפעניך בשנה האחרונה תראה אני יכול למלא באמת יש לי פה בליל של נתונים סטטיסטיים אני יכול לומר לך שאם יש למישהו איזשהו ספק שהחקירות תואב ומטאה אנחנו מתנהלים בצורה הכי רצינית אני יכול לומר לך שכל אירוע בעל מאפיינים של אלימות חמורה פיקוד התחנה פיקוד המשטרה בכל שעה בכל יום מוקפץ מגיע בוחן מטפל והסטטיסטיקה היא באמת אני יכול לתת לך פה מספרים ופיינוכים וכמות של של שימוש באמצעי לחימה ותפיסה שזה כמויות מטורפות אז תסביר לתושבים בנצרת וגם כן באזור נצרת ואפילו בחברה הערבית אז מה אומרים התושבים אומרים המשטרה אם רוצה להגיע לעבריין כלשהו אפילו לאחד ממשפחות הפשע אם את סליחה להגיע אליו היא תופסת אותו אמנם בחברה הערבית זה שונה אז קודם כל אני באופן אישי לא רואה בחברה הערבית חלק נפרד מהחברה בישראל אנחנו משטרת ישראל ואנחנו מתייחסים לחברה ככלל ולפני שלוש שנים שרתתי בתל אביב והיום אני משרת בנצרת ואין שום שינוי בתפיסת העולם במדיניות אני יכול לומר לך שאנחנו פועלים על פי מדיניות שאנחנו קוראים לכוכב הצפון כאשר הרעיון המרכזי הוא לבוא ולתת את אותו שירות לאזרח הנורמטיבי אנחנו יודעים שהחברה בכללותה במדינת ישראל ובתוכה המגזר הערבי הרוב הוא לא עלים הרוב הוא רוב נורמטיבי הבעיה שהרוב הנורמטיבי דומן אני רציתי לשאול אותך בקשר לכלי נשק עכשיו זה לא קשור לכלי נשק חוקיים הוא בלתי חוקיים מכלי נשק כמה כלי נשק מעריכה המשטרה שישנם בתוך הער נצרת תראה ישנם אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שישנם ישנם כלי נשק בלתי חוקיים בער נצרת ובכלל בתחומי מדינת ישראל אני המספרים הם כרגע בעיניי לא רלוונטיים כלי נשק אחד דינו כ-5,000 או 1,000 או 100 זה לא משנה הכמות משנה התופעה משנה התפיסה של לעשות שימוש בכלי אלים שיכול לפגוע בשלמות גופו או רכושו של אדם היא התנהגות פסולה ואסורה מכל יסון איך אתה מעריך את שיתוף הפעולה בין הפיקוד של המשטרה בעיר נצרת בתחנת המשטרה והנהלת העריאת נצרת יש שיתוף פעולה? יחסי עבודה יחסי עבודה עם יחסי עבודה טובים טובים מאוד אנחנו נותנים נותנים שירותי משטרה לעיר ואנחנו זוכים ואנחנו זוכים לגיבוי וליחסי עבודה טובים מאוד תשאר אתי עסגן עצב מירון ממן עסגן מפקד תחנת המשטרה בנצרת יוצאים לפרסומות ואני אחזור אליך נגר שלל על יפסל מטמנעוד וענועסל מהעדה المהדוע قضية الجريمة العنف في مدينة الناصرة دواحي مدينة الناصرة يتواجد معنا الضابط ميرون مامان نائب قائد شرطة الناصرة وسنتواصل معه بعد الفاصل كونوا معنا نعم عدنا من الفاصل نتواصل مع الضابط ميرون مامان נائب قائد شرطة الناصرة במהודור על גרימה על עונפי נاصרה יחד איתנו אנחנו ממשיכים איתו סגן נצב מيرون مامان שהוא סגן מפקד תחנת נצרת אנו דנים משוחחים יחד איתו על הנושא של פשע, אלימות, מגור התופעה המחשולים גם כן והאתגרים שעומדים בפני המשטרה אכן יש מחשולים ואתגרים שעומדים בפני המשטרה ורציתי לשאול אותך סגן נצב מירון ממען האם יש שיתוף פעולה גם כן ראשי הראשות מקומיות ערביות באזור נצרת אמרתי שיתוף הפעולה הוא קיים כן היינו רוצים לראות הרבה יותר גיבוי אנחנו כמשטרה חשוב לנו מאוד התודעה בקרב הציבור הרבי חשוב לנו מאוד שיקרו את העובדה שאנחנו פועלים בקרב בני הנוער שאנחנו פועלים בתחום התנועה גם בתחום ההסברים ולא רק בתחום האכיפה חשוב מאוד שאנחנו נדע שכשאנחנו רעבים לאותו שיתוף פעולה, היינו מאוד 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 רוצים שהמנהיגות תיצור איזשהו תהליך של גינוי, של הוקעה, של התופעה הזאת, של האלימות באופן שהוא ברור, גלוי, פומבי, וגם של האזרחים הנורמטיביים. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה. לפני מספר שבועות עמד איש ציבור בבימה שהיא בימה מכובדת לכל הדעות, והתייחס לעובדה בעקבות אירוע שהיה באחד מהכפרים בצפון, שבו נפגע כתוצאה מיירי ענר, ואמר כמה המשטרה לא עושה ולא עושה ולא עושה. בעוד הוא אומר, משטרת ישראל ביצעה מעצר של החשוד, ובאמת לאחר מספר ימים לא ארוכים, הוגש כתב אישום, אותו מהליכים כנגד החשוד. ולצערי לא ראינו את אותה הנהגה הבאה ואומרת, כן נעשה. זה מאוד מאוד חשוב לנו ששיתוף הפעולה הזה יבוא ויוצג באופן פומבי וגלוי. זגן, תשאפ מירון, זגן, מפקד תחנת, אמשטר, בינת סיר, תודה רבה. תודה רבה. תשארייתי. ונרשע ללמודוות הסייסיה, המתعلקה أيضاً, בלטמ�ثיל לאחזאבה العربית, בלטמ�ثיל לאחזאבה العربית اليهודית. הולך תחليל ומחבל וגי כיوف, רئייס المجلس المحلي, לעספיה סאביקה, ליתרח מה ליד. אסתד וגי, מסעים الخיר. סער נור. יעتيك, לעفיה. كيف وضع الأحزاب العربية الآن؟ فيه بدهم مشترك اليوم طيب يعني بمعنى آخر اليوم الأحزاب العربية تحاول أن تصل إلى حزب واحد اللي كانت المشتركة ولكن حسب رأي المشتركة هي ليست الهدف هي يعني الوسيلة لكي يوصلوا أكثر شخصيات سياسية إلى أعضاء الكنيسة والسؤال المركزي ما هو الهدف؟ يعني إذا صار عندنا 15 عضو كنيسة حلت كل البشاكل تبعنا؟ قضية قضية عدد أعضاء الكنيسة العرب؟ أنا حسب رأي يجب أن تكون هناك يجب أن يكون هناك تغيير جذري في منهجية الفكر السياسي للمواطن العربية ما توقع من الأحزاب العربية؟ أنا اليوم مثلا أنا ممكن أظلني على في كل وجودي كعضو كنيسة في منهجيتي الوطنية ممكن أظلني فيها للآخر ولكن في عندي مشاكل أنا كم مواطنة في عندي مشاكل قانون القومي كامينتس هدم البيوت تربية والتعليم الميزانيات طب وإذا قالت الحزاب العربية المتمثلة بتقول يا عمي إذا قالت إحنا بدنا نكون ونؤثر من داخل الحكومة السؤال الذي يطرح هل تسمح الحكومة باستيعاب هؤلاء؟ أنا بقول لك إنه إذا ما فيش استيعاب لأعضاء الكنيسة أنا في اعتقادي إنه الساحة السياسية اليوم هي الساحة مفتوحة وأنا بشوف إنه ما نفكرش إنه الحل في الانتخابات القادمة اللي نفكر إنه في حل لا ما فيش حل لبرمن ممكن يأخذ من الثماني إلى تسعة والعرب ممكن يأخذوا حد عشر وهذول دا بصفه لا مع بيبي ولا مع جانت ولكن قال لبرمن إنه بده حكومة وحدة وطنية إذن هو ينادي بهذا الأمر يعني بمعنى آخر الحكومة وحدة وطنية يعني العرب بره أنا بفكر دائما كانوا العرب بره اسمح لي يعني لبرمن اليوم بقول أنا بدي وحدة وطنية ولكنه بعرف إنه مع جانتسو بيبي لبرمن يريد أن يدخل بيبي نتنياهو إلى المصار القضائي وإذا ما كان في حل سياسي جذري بعد الانتخابات هاي بيبي يدخل إلى المصار القضائي ومن ثم بتكون كمان انتخابات أنت تتوقع انتخابات ثالثة طبعا خلال فترة قصيرة أنا وقول لك شو فار تسعة أربعة سمتعاش تسعة وأخرى وحدة شعر اثناش أنت هكذا تتوقع اليوم ما في اليوم دلائل يعني لما عندك عشرين عضوة كناسة مدينش يكونوا لا مع هذا ولا مع هذا ظل عندك مية المية بتقسموا ثمان واربعين ثانين وستين مش ممكن يعني ممكن خمسي ثانين واربعين والباقي ثمان وخمسين فمن نهور يعني أنت بتقول أستاذ واجير بكل السيناريوهات رح يكون انتخابات ثالثة نعم بكل السيناريوهات يعني بكل التفكير السياسي والتحليل السياسي هو بقول إنه جنس ما بيمشي مع بيبي وبيبي اليوم ما بيمشي له بيبي بده إنه جنس يفوت ولكن في شهر عشرة يدخل المسار القضائي لبيبي نتنياهو نعم ومن هون انتخابات جديدة لكود آخر طب كان بده انتخابات رئيس الحكومة بين يمين نتنياهو كان بده انتخابات لا هل قوة الليكود خلينا نأخذ ذاكي كحولفان والليكود أنه قوة رح تقوى أو تضعف بعد 17-9 أولا نسبة التصويت عند اليهود وعند العرب رح تنزل رح تنزل معناها هاي مش لا صالح الأحزاب العربية ولا صالح الأسهب اليهودي يعني اليوم انت بدك تقريبا 140 ألف ناخب عشان حزب ما هو إذا نزلت نسبة التصويت سيء أكثر لا الموضوع الآخر هو اليوم في عندك مليون ومئة ألف مصوت عربي وين هل يعني إذا بترجع لمشتركة المليون ومئة ألف مصوت عربي برجعوا يصوتوا هذا السؤال المطوح اليوم من شان هيك أنا بشوف أنه يجب الحل الجذري لقاعدة سياسية واسعة نعم ومن ثم تقرير كيف ممكن توزيع المقاعد في داخل المشتركة والمشتركة يجب أن تكون مشتركة لجميع الأطراب يعني وضح لي سؤال الأخير شو يعني مشتركة لجميع الأطراب يعني بمعنى آخر كل إنسان له القدرة السياسية والحكمة مش حكمة الشخصا السياسية إنما حكمة الرؤية السياسية ويجب وضع النقاط على الحروف ما هي الأمور اللي رايحين إحنا نحاول نطرحها ونحلها وإذا فيه اتفاقيات ما قبل الانتخابات مع أي إنسان حتى يحل مشاكل شعبنا وقرانا وميزانياتنا والعنف المتفشي اليوم العنف ما إلو عنوان واحد مش البوليس بس عنده العديد من العنوين من هنا أنا بقول أنه يجب طرح الأمور بشكلها الصحيح أهلا وسهلا بك أستاذ وجيه كايوف من زمان أنتم مشوا هنا بس بدنا إياك إحنا فترة الانتخابات أيضا كمحلل أعطيك العافي رئيس المجلس المحلي سابقا لأسف يا شرفنا شكرا جزيلا لك أخليك معي ذا في إمكاني إذن ننتقل الآن بصوت الصورة مباشرة إلى حفل تخريج طلاب مدرسة عتيد الثانوية في مدينة الطيبة ننتقل لتحدث مع حسني حاجح يا مدير المدرسة مدير مدرسة عتيد في الطيبة أستاذ حسني مساء الخير مساء الورد ميتال وسهلا فيك ألف مبروك للطلاب الخريجين الطالبات الخريجات كيف هي الأجواء اليوم احنا طبعا بصدد تخريج الفوج السادس والستين من طلاب ثانوية عتيد الطيبة المدرسة العريقة فوج رائع طلاب أجواء جدا حلوة وممتازة جدا طلاب كلهم مبسطين هي تدريسية لأن كل سنة منخرج فوج اللي يطلع للمجتمع ويخدم شعبنا ومجتمعنا ما هو عدد الطلاب الخريجين الطلاب الخريجات الطالبات الخريجات اليوم عدد طلاب ثلاثمئة وتسعين طالب مكونين من مخرجين وخرجات عدد الخريجات أكثر من عدد الخريجين وهذا دلالي على أنه طلباتنا مميزات نعم وما هي يعني أهم كل الاختصصات مهمة وما هي أهم من الاختصاصات لهؤلاء الخريجين والخريجات نعم سنحاول التواصل أستاذ حسن حاجي إذا نخرج الآن لفاصل من ثم نعود نواصل مع هذه الموضوعات ومواضيع أخرى كونوا معنا كنت قد أجريت لقاء قبل قليل مع المحامي نضال حي كمدير عام جمعية محامونة لإدارة سليمة حول كل قضية زيارة مدعي النبوة جشوة وتوجه أيضا لبلدية الناصرة بخصوص هذا الحدث واستثمار هذا الحدث من خلال جمعية وخلال الحديث هو قال بأنه وصله تعقيب من بلدية الناصرة التعقيب أو الرد الذي وصل من بلدية الناصرة للمحامي نضال حي جمعية محامونة لإدارة سليمة والذي يتواجد الآن أيضا بأكمله بشكل كامل في موقع سأقرأ مقطع من هذه الرسالة التي وصلت من بلدية الناصرة مديرة عام بلدية الناصرة للمحامي نضال حي باللغة العبرية أنوه أشدد كل الرسالة كل التعقيب يتواجد في موقع بنت وتستطيعون الاطلاع عليه لכבוד מרנדל حي כעורך دין עורכי דין לקידום מנהל תקין נצרת אדון נכבד אדון התרת שימוש במקרקעי העריה סימוכין מכתבך מיום 11 ליוני 2019 התבקשתי על ידי ראש העריה לאשר קבלת מכתבך שבסימוכין ולהשיבך כדיל כמן אחד עמותת עמנואל רשת עולמית ישראל פנתה לראש העריה לפני כחודשיים ימים להרשות לשימוש במתחם הר הקפיצה לצורך קיום אירוע דתי ציבורי חד פעמי חוצי דתות או קהלות המיועד לקהל חברי הרשת מכל העולם וזאת בשל התאמת האתר לכמות המשתתפים הצפויה וכן לנוכח חשיבותה ומרכזיותה של נצרת מההיבט ההיסטורי התיירותי והדתי שתיים ראש העריה בחן את הבקשה את התועלת הצפויה הן לעיר והן לתושביה מקיומו של האירוע הצפוי למשוך קהל של רבבות אשר צפוי להגיע לעיר והחליט לקבל את הבקשה ולאשר את קיומו של האירוע בתאריכים 23 עד 24 ליוני ארבע בעקבות פנייתך ראש העריה בחן את הנושא בשנית וביקש את עמדת העמותה לאפשרות כי האירוע ייווטל או יידחה עולם לאחר שماعة עמדת העמותה هنا בעל בי هنا باختاف متصورة بزوت ולומט סא ماكوم לשנות מי أخلطתו كوديمית إذن عبد الحياة وفي ناس بكافهم من أجل الحياة اليوم الوضع عندنا كفاح من أجل الحياة لأن وضعنا البيئي ليس هذا الوضع المثالي وضعنا البيئي هو وضع اللي بيحتاج إلى تحسين بشكل جداً أساسي وإذا بدنا نحكي بنحكي على أنه إذا لحد اليوم إحنا مدارسنا بقسم الكبير في البلدان العربية بقسم كبير من البلدان العربية محاطة بالنفايات فأنت بتقدر تعرف شو التفكيف البيئي اللي إحنا بنعمله في مدارسنا وفي مجتمعنا العربي الطالب عايش نوع من الصراع أنه بتعلم على الحفاظ على البيئة ولكن بخرج من نطاق المدرسة وبشوف هذا الوضع اللي هو غير مرضي ومزري ولكن هاي الأمور إحنا بنحاول أنه نحسنها ولكن التحسن بطيئ نعم بموضوع التحسن في مسؤولي لوزارة البيئة أيضا في داخل السلطات المحلية العربية وأيضا في محيط السلطات المحلية العربية أنت تعلم أستاذ عبد موضوع النفايات وكب النفايات هل في عالية مراقبة؟ هل يتم تطبيق القانون بالطريقة المناسبة؟ أولا من كبل السلطات المحلية قليل جدا اللي كان تعديل للقانون بالنسبة للسلطات المحلية ولكن قليل جدا من السلطات المحلية اللي تستعمل تطبيق القانون في نفوذها المحلية التطبيق عادة بتكون فيه وزارة البيئة وزارة البيئة التطبيق تاعها غير كافي لأن الحكم المحلي هو عادة اللي لازم يكون في تطبيق القانون في نفوذ سيطرة السلطة المحلية الحكم المركزي هو حكم اللي بيكون عادة منظم لهذه الأمور مراكب على هذه الأمور ولكن اللي احنا بنشوفه انه هذا الوضع من ناحية تطبيق القانون مش كافي فالوزارة في الأيام القريبة احنا رايحين نرصد الميزانيات من أجل انه توظيف مراكبين في موضيع البيئة اللي هاي الموظفين من أجل تطبيق القانون هم مفتشين اللي رايح يكون التوجيه تاعهم المهني من ناحية وزارة البيئة وهذا طبعا في انا بتأمل في الأشهر الكريبة القادمة فيه يعني المسئولية الملقاة على عاتق السلطات المحلية العربية حتى رؤساء السلطات المحلية العربية بيقوموا لواجبهم كيف لازم بهذا الموضوع كثير من من رؤساء السلطات المحلية يعني أنا أذكر من شغلي أذكر رئيس بلدية حيفا أمر متنع اللي كان يراقب كل اللي بيصير عنده في البلاد للأسف الشديد في الوسط العربي عدد كليل جدا من رؤساء السلطات اللي بيهتموا أو هذا في أولوياتهم السلطات المحلية العربية هذا الموضوع بيصير من أولوياتهم إذا بيصير تضمر من السكان نعم إحنا اليوم من ناحية وزارة البيئة وحكم مركزي في إلنا كوانين اللي هي ضد رؤساء سلطات محلية اللي بيكونوش في واجبهم وهذا الأمر عادة بيجبر أن السلطة المحلية تكون في واجبها ولكن إحنا بدنا التعاون مع السلطات التعاون من أجل تحسين جودة البيئة وليس إنه نتلاكه مع السلطات المحلية في المحاكم يا تكي العافي أستاذ عبد محميد المحامي عبد محميد نائب مدير الشرطة الخضراء في وزارة البيئة شكرا جزيلا لك خليك معي لا أهرجي الآن لفاصل من ثم نعود نواصل موضوع قضية أخرى كونوا معنا عدنا من الفاصل الفنان مارون نهواند أشقر من مدينة الناصرة يصدر أغنية بعنوان قرب تنسفر معنا الفنان مارون نهواند أشقر الفنان العازف المغني والملحن نعم أستاذ ماروني أعطيك العافية أهلا وسلام مساء الخير أهلا وسهلا فيك نعم أهلا فيك شو هاي الغنوية قرب تنسفر قرب تنسفر أغنية أصدرت قبل يمين بالضبط من غنائي ألحاني وإنتاج سلمان للإنتاج الفني أغنية شبابية الجانر أو ستايل منقدر نسميه هو جانر الإلكترو بوب البوب الإلكتروني الحديث أول مرة بتستعمل هذا الأسلوب لا بالمرة لا أنا اللي خمسة سنين أنا بنتج موسيقى البوب الحديثة بكتب كلمات بلحن وكل الموسيقى اللي أنا بعملها هي كلياتها من إنتاجي نعم أنت وكلماتك نايوة كلمات لحن كتابي لحن كل شي يعني كل شي يعني من البداية إلى النهاية كل المنتوج ماذا تصنعك بهذه المسيرة أستاذ ماردوح؟ أفرد في مناسبات معينة إن كانت خاصة أو غير خاصة في حفلات يعني تشارك مثلا في حفلات في أفراح؟ طبعا في أفراح لا في أفراح لا بس في مهرجنات معينة في بشارك بأفراح بس لا يعني طب وين بتشوف أنت الفن والشباب اليوم في مجتمعنا العربي هل الفنانون الشباب يتلقون الدعم من هذا المجتمع حتى من قطر معينة؟ بتعني بلش هيك إنه فيه فرق أو تطور خليني أقولها شاسع عن اللي كان قبل عن المضمون اللي كان ينعرض قبل عن أصلا بعدش إذا كان فيه هلقدة موسيقى كتير كانت موجودة قبل اليوم الشباب عم بنتج أكتر واليوم الشباب عم بعثي أكتر عن قبل وهذا إشي واضح وهذا إشي محسوس شو السبب إنه اليوم الإشي واضح ومحسوس؟ لأنه هذا الإشي بتشوفه قدامك الشباب عم بسمع أنواع موسيقى جديدة الشباب عم بطلب إنه يكون فيه حفلات بالسابق مكنش فيه حفلات قبل 15 سنة وأكتر مكنش فيه حفلات مكنش فيه وين تعرض الحفلات الموجودة عنا فليش عم بتطور وعم بصير وشي كتير حلو رسالة أخيرة بتحب توجيها شو بتوجيه؟ أولي الشكر على الاستضافة بحب أوجه رسالة لكل فنان شاب إنه يلاقي الخط طبعه بالفن ويقدم إشي اللي هو خاص فيه يورجي هويته الخاصة الله يعطيك العافية مننا لك النجاح الفنان مرون هوند أشقر الفنان والعازف والمغني والملحن من مدينة الناصري العزيزي على قلوبنا قلوب الجميع يعطيك العافية شكرا جزيلا لك خليك معي نعم ونبقى بموضوع الفنون الإنجازات الطموحات للشباب يتواجد معنا هنا الرسام ياسر خازقي من الطيرين ينشط في سلسلة من الرسومات والتصاميم معنا الفنان الرسام المصمم ياسر خازقي ياسر مساء الخير أهلا وسهلا فيك الجماعة المتابعين أهلين خيا شو هذا اللي حد أكون؟ شو هذا المجسم؟ شايفونا؟ عبارة عن مجسم أسلاك معدنية اللي أنا كنت بتصميمه باليد بدون ولا أي آلة بدون أي مساعدة أنت مسكت الأسلاك وبلشت؟ أي ومزبوط غير هذا المجسم فيه مجسمات ثانية أنت عملتها؟ إن شو الله قاعد بشتغل علىها عمل جديد مثل هنوع طيب شو نوعية اللوحات اللي أنت بتقوم برسمها؟ عادة ياسر؟ طبعا نوعية اللوحات اللي أنت بتقوم برسمها باتطرق للرسم بكثير نواحي معينة اللي منها برسم مثلا بالفحم بالرصاص باتطرق للأكريلك للألوان الزيتية لك عندي بحب أرسم كمان رسومات على الجدران جدران؟ أيوة يعني ونحكي عن رسومات كبيرة على الجدران باختصار كل إشي بالرسم بحب أفوت فيه من كل الناس من وين تصر لك بترسم؟ تقدر تقول أنه صار لي برسم من جيل ثلاث سنوات ثلاث سنوات؟ بالضبط بالضبط اليوم رك اليوم عزيادة؟ اليوم 22 سنة يعني صار لك تقريباً تسوة عشر سنة وانت ترسم؟ أيوة مظبورة بأي أوقات بترسم؟ وانت بيجع بالك يعني بتقول و بترسم؟ طبعاً الرسم بحتاج مش بأي وقت معين بحتاج مزاج معين بحتاج كل إنسان هيك لو شاهد لك رسومات على الشاشة موجودة على الشاشة ياسر وأي ألوان بتحب؟ ألوان لون معين أو بشكل عام؟ بشكل عام؟ بشكل عام بحب لون الأحمر ليش؟ هيك بحس لون حيوي بعطي الجمالية غير الأحمر؟ أي ألوان؟ كل لون بيبدع معايا بحس لسود طاغي على رسوماتك في منه؟ الأسود؟ بحس لسود موجود برضو مزبوط؟ مزبوط شو السبب؟ بحب أطرح بتقدر تقول قضايا معينة بتحب تطرحها؟ بزبط بحب الرسمي نكون هادف أغلب الرسمات يعني يكون في رسالة معينة؟ زي إيش الرسائل تكون مثلا؟ تين عنوان معين؟ مواضيع معينة؟ رسمت مثلا رسومة عن الطفولة الفلسطينية رسمت عن العنف اللي ضد المرأة في كمان كثير بحب أطرح مواضيع اللي هي تكون هادف يتوصل مغزى إيجابي للمجتمع وتواعي طيب هون تتواجد أيضا رسمة لك في الستوديو بدنا نشوفه مع بعض إذا فيه إمكانية إياه موجودة على الشاشة ياسر شو هاي الرسمي؟ هاي الرسمي طبعا شاركت فيها في معرض كان المعرض مشترك بين فنانين يهود وعرب تعبر هاي الرسمي عن العجوز الفلسطيني اللي واجهت الصعوبات كثير في هاي الدولة وتحملت الأسى والصعوبات يعني رسمي حلوي هدي أفض معك وقت لك رسمتها الرسمي؟ طبعا مش بوقت معين ولا بيوم واحد تعرف تحتاج مشانين شاف اللون تحتاج مثلا فكرة تبني طبقة مشانين شاف اللون ترجع لها كمان بعد ساعة مثلا هيك إشيه اه انت تدرس الفن؟ ايوه وين؟ بالمدرسة الأومانوت وين؟ بالمدرسة الأومانوت في بيت بيرد في بيت بيرد ايوه وبعد ما تنهي اللقب الأول لوين حابب تصل؟ طبعا بغض نظر عن اللقب أو مش اللقب أنا بحاول أني أنمي ذاتي وأتطور بهاي المجال بموهب ذاتي وأنا بحاول أنمي مستواي فاهم كيف؟ حلو يعني إن شاء الله حلم أني أتطور بالفن لمجال بعيد إن شاء الله يعطيك العافي الرسام الفنان المصمم ياسر خسقي بالنجاح لإلك خليك معنا هذا في إمكانيه إلى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية ببث إنحاء مباشر أطيب الأمنية وأجمل التحيات من طاقم العمل المحرر الرئيسي لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر بورانسي المشرف على إخراج هذا البرنامج ساري جابر مدير التسويق في القناة سامي جابر أعزائي أعزيزاتي كان معكم بلال شلعط نلتقي بأمان الله اشتركوا في القناة